اشتركوا في القناة اول شيء في عندنا بعدها في عندنا بعدها في عندنا بعدها في عندنا بنيجي عمصفح زي ما تشايفين نيجي بنكتب نضغط عليها نضغط على اول نتيجة بحث نيجي بننزل لتحت نضغط على اخر اصدار الو اربع فاصلة ثمانية فاصلة واحد نضغط عليها نيجي بننزل لتحت نيجي بنضغط على نعمل نعمل حملت معنا زي ما انتو شايفين لكن انا راح ألغي التحميل لانه انا بنزلها عندي على الجهاز الكمبيوتر بعدها نيجي على المايكروسوفت فيديوال سي بلاس بلاس نضغط على اول نتيجة بحث نيجي بننزل لتحت الاخر اصدار الفيديوال سيديو الفين واثنين وعشرين نيجي بننزل لتحت نيجي بنختار الاربع وستين بت نضغط على لينك التحميل زي ما تشايفين برضو تحملت معنا هون برضو راح اوقف التنزيل بعدها نيجي على برنامج البايثون نكتب بايثون بايثون داونلود نضغط على اول نتيجة بحث نيجي بنضغط على داونلود بايثون اللي هو نضغط عليها برضو تحملت معنا زي ما تشايفين بعد هيك بنيجي عشان ننزل نسخة الماي اسكيوال سيرفر ندخل على جوجل ماي اسكيوال بنيجي بنضغط على ماي اسكيوال بنيجي بنضغط على داونلود بنيجي بننزل لتحت بنيجي بنختار الماي اسكيوال كوميونيتي جي بي ال داونلود بنيجي بعد هيك ماي اسكيوال انستولر فور ويندوز بنيجي بننزل لتحت بنيجي بنختار نسخة الويندوز اللي هي الباكيج كامل بنضغط على داونلود بعدها بنيجي على بنضغط على جست ستارت ماي داونلود برضو راح تتحمل معانا هون انا محملها تلقايا على جهاز الكمبيوتر زي ما نشايفين هاي الثلاث البرامج المطلوبة عشان ننزلها على جهاز الكمبيوتر بنيجي اول شي على النت فريمورك اجري فور لايسنز انستول يس بنيجي بنضغط بعدها بنيجي على الفيجوال سي بلاس بلاس برضو بنضغط على الاغري انستول هيك تمام نزل بنيجي بعديها على البيثون انستول ناو بنيجي بنضغط على close بعدها بنيجي على برنامج المي اسكيوال ما في عنا اربع خيارات للتنزيل انا راح اختار الفول نضغط على هاي الامور اللي راح نزل لنا اياها وال نضغط على execute الان بنستنع عملية التنزيل نضغط على ايك عملية الانستوليشن كملت بنيجي بنضغط على next بعدها كمان على next هون بنخلي الاعدادات مثل ما هي as default بس طبعا البورت هادي بنحفظه 3306 عديك بنضغط على next هون في عنا authentication method نختار strong password زي ما تشايفين recommended نضغط على next هون بطلب مننا ندخل password راح اكتب هذا الpassword نرجع هون بنعيده بعدها بنضغط على next برضو next نفس العملية بنضغط next بنخلي الامور as default بنضغط next نضغط بعدي على execute نضغط 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 على finish بعدها بنضغط بعدها بنضغط على next بعدها بنضغط على finish بعدها next هون بندخل البسور اللي انشأناه اول مرة طبعا طبعا اليوزر نيم بيجي default باسم بنيجي بنضغط على check نشوف السيرفر تمام هيك بنيجي بنضغط على next بعدها على execute ونضغط بهيك انتهينا من عملية التنزيل كمان نضغط على finish بعدها نضغط على next بنشيل الخيارات عن تشغيل البرنامج بعدها بنضغط على finish بهيك انتهينا من تنزيل البرنامج ال mysql الآن بعد ما انتهينا بدنا نضيف ال mysql server على system environment variable بنيجي اول شاء على my computer ندخل على c program file بنيجي على folder mysql mysql server عدي على pin بدنا هذا المسار بنيجي بنضغط على هذا الفراغ بعطينا مسار الملف ناخده copy rate click copy سكر هاي الصفحة الآن بنيجي على محرك البحث في شريط الحالي او taskbar نكتب edit نبحث على edit the system environment variables نضغط عليها بعدها بنضغط على environment variables الآن بنيجي على قائمة system variables بندور على path هاي الباث double click نضغط على new right click الآن بنيجي بنعمل paste test للمسار mysql server بعدها بنضغط ok 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 الآن عشان نعمل test للكونnexion على mysql server بنجي بندخل على شاشة dost او cmd بنضغط على علامة windows وحرف الر على الكيبورد بتظهر معانا شاشة الرن بنكتب cmd بنضغط enter الآن بنكتب mysql وراغ virgin بنضغط enter هيك عرفنا انه mysql server نزل على الكمبيوتر بهذا الاصدار اللي موجود قدامكم الآن عشان نعمل connection مع server mysql بنكتب mysql وراغ you root وراغ p طبعا اليو اليوزر نيم والp الpassword طبعا ال username الroot اللي كان بايدفولت لما نزلنا برنامج mysql وحرف الp اللي هي الباسورد اللي انشأنا لما نزلنا البرنامج الآن بنضغط enter بنكتب الpassword اللي انشأنا بنضغط enter وبهيك عملنا اتصال ناجح مع mysql server الآن عشان نشوف ال data المتاحة على mysql بنكتب show database databases بنضغط enter هاي قاعدة البيانات المتاحة حاليا على mysql server الآن عشان نطلع من الconnection بنكتب exit هيك طلعنا من الconnection وفي الدرس القادم انشاء الله رح نشرح كيفية عمل connection لmysql server في برنامج video studio code وبهيك انتهينا من شرح الدرس اليوم انشاء الله تكونوا استفدتم معنا وشاكر لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة